السلام عليكم من الأخبار يا رب اكونوا دايما بخير وبصحة وسعادة ان شاء الله في الحلقة دي هنتكلم عن حاجة مهمة جدا والطلبت مننا كتير والله اللي هو حالات F او الجمل الشرطية او بتسمى بالF conditions وهنتكلم النهاردة عن جميع حالات F وبكل سهولة بس ركز معايا والله افهمك القاعدة بكل سهولة والله وهنتكلم النهاردة عن الحالة الصفرية والحالة الاولى والحالة التانية والحالة التالت هنتكلم من الالف لليا حتى هنتكلم عن أنلس هنتكلم عن اي حاجة مش هنسيب اي حاجة وهنعرفك وفي اخر الفيديو اعطيلك 21 سؤال من اشهر الاسئلة اللي بيجوا في الامتحان وهنعرفك تحلوهم ازاي وهديك اسئلة شبههم تعرف تحلوهم كل ده في الفيديو اللي معنا تابع معنا نخش على اول حاجة اللي هي الحالة الصفرية الحالة الصفرية حاجة بسيطة جدا باستخدمها امتا؟ باستخدمها ما يكون عاوز اعبر احنا حقيقة سبتة ويستخدمها برضا كما يكون عاوز اعبر عن الظواهر الطبيعية طيب انت عرفتني ازاي بتستخدم طيب انا عاوز اعرف التركيبة بتاعتها بقى يا عام اعرفها اول حاجة الحالة الصفرية بتتكون من F زائد مضارع بسيط والجملة التانية بتبقى مضارع بسيط طيب سهلها اللي شوي يعني الحالة الصفرية بتبقى مضارع بسيط و مضارع بسيط اه شوف صفرية بسيط صفرية بسيط ما يذهب كده تمام؟ يبقى ازا الصفرية مضارع بسيط مضارع بسيط طيب انا عاوز مساءل عشان اثبت المعلومة طيب عندك مثال بيقولك If you heat ice It melts فعلا ده حقيقة ولا مش حقيقة لو انت سخنت التلك هيسيح طيب مثال تاني بقولك If you freeze water It becomes a solid فعلا انت لو حطيت المية في التلاجة هتبقى حاجة جمدة هتبقى solid طيب كده كل المتعلقات بتاعة الحالة الصفرية فيها حاجة صعبة طيب نلقل على الحالة التانية اللي هي الحالة الاولى الحالة الاولى دي تعتبر برضك من اسهل الحالات طيب بنستخدمها امتا؟ بنستخدمها ما يكون عاوزين نعبر عن حدث هيحصل في المضارع او المستقبل طيب وبيستخدم برضه كما يكون عاوز عبر عن نصيحة قد نصيحة الواحد او ألزمه بحاجة في حالة الوجوب او الالتزام او في حالة هوعد واحد هوعد شخص بحاجة معينة او امنية او تهديد طيب انت شوقتنا اكتر واكتر ان نعرف التركاب بتاعتها عشان نستخدمها على طول اول حاجة بتتكون من اف زائد مضارع بسيط والمصدر طيب طيب ممكن بس اتعرف لي ايه هو المضارع البسيط عشان ان انسيت وانت عامل لي اصلا فيديو يجي نص ساعة عن المضارع البسيط هعرفولك بكل بص بساطة المضارع البسيط هو تصريف الاول للفعل باضافة اس او اس او اي اس هو الفعل في صورته الاساسية هو الفعل في صورته الاساسية بحيث ان هي وشي وات او اي اس مفرد بيتضاف له اس اما اي ووي وزاي ويو ما بيتضافش لهم اي اضافات كده تمام ملكش اي حجة هون طيب تعال ناخد شوقت امسال عشان نثبت المعلومة اول مثال بيقول لك if you base the exam my father will give a present طيب تعال نطبق القاعدة بتاعتنا اول حاجة عندك هنا if زائد الفعل زائد المضارع البسيط وبقيت الجملة نخش على الجملة التانية هنا will زائد مصدر اللي هي will give طيب نخش على مثال تاني سهل شوية بقول لك if i am late i will call you لو انا اتأخرت ان هاتصل طيب اهو عندي هنا if زائد اللي هو المضارع البسيط عندك هنا i am late i am late i am late وعندي هنا الجملة التانية بتبقى will والمصدر طيب تعال نمثال تاني بيقول لك if you don't learn how to cook you will not make good food طيب لو انت متعلمتش الطبخ كويس مش هتعمل اكل حلو اهو بيقول لك ايه عندك هنا if عندك هنا الفعل u وعندك k عندك هنا don't طيب واحد هنا بردك عليه يقول لي الجملة اللي انت كتبها ده غلط اقول له غلط غلط ازاي عم يقول لي مش في هنا if اقول له a في هنا if هاي وفعل u اقول له a اصح يا بقى جبت do منين اقول له ان جبت do عشان احط نط عليه عشان انفيه بنط ينفع اقول انف احط نط دي على u او احط نط دي للفعل مينفعش يبقى ازا ان استعنت بدو عشان اضيف عليها النط لان دو يعتبر الفعل المساعد المسيطر فبستخدمه في ايه جملة عاوزان في فعل فيها او اعمل فيها اي حاجة طيب مثال تاني عشان اثبت المعلومة بتاعت النفي دي بقول لك if we don't leave now we will be late طيب يبقى عندي هنا نفس الفكرة بقول لي if we don't او if هنا الفعل if وبعدين الفعل وبعدين do وبعدين not ضفت not للفعل المساعد do وبعدين كملتوا الجملة عادي بول والمصدق طيب انت شايف الجملة عاملة ازاي؟ الجملة طويلة كده if و not و do و leave الجملة مش مئزة كده طيب من علي اعمل حركة حلو اشيل if ده ايه مع not ويبقى كده اختصرت الجملة ارايك في المفاجهة الحلوى دي اقول لك ازاي؟ اضف unless عندي unless بتساوي if not if مع not يبقى unless بتساوي if مع not يعني اذا لو جبت unless اشيل if و not تعالي نشوف ازاي؟ تعالي اهو عندي unless اهو عندي نفس الجملة اللي فوق ده هي اهو شلت if مع not وبالتالي شلت do ما انا اصلا جايب do عشان احط not طب بعد بما ان بقى انا مش عاوز not هشيل do اهو وكمل الجملة عادي اهو احطيت اه شلت if و not وحطيت unless وكملت الجملة عادي وي نزيل زامعية وليف نزيل زامعية وينو نزيل زامعية ويويل بي لات نزيل زامعية طيب وحبها يتزاك عليه شوية بقى اقول له بقى انا معاك يا معالي يقولي تبضيف لأنلس على المثال دي اقولك ماشي انا اخاف ولا ايه اهو هشيل if و not وكمل الجملة عادي اهو unless you learn how to cook you will not make good food يقولي تبضيفنا غلط بقى انا اكتشرت انت بقى ما شلتش not اللي هنا ليه بقى اقولك هامليش دعوة انا بشتغل على الجملة الاولانية فقط دي واحدة منهم فعل شرط والتاني جاوب شرط انا مش هضم البحرين على بعض ماشي يبقى اذا انا بشتغل على جملة واحدة فقط الجملة التانية ملت صالح به طيب كده احنا خلصنا الحلقة الاولى شفت خلص الشتين ازاي تعالى بقى الحلقة التانية بنستخدمها امتى بنستخدمها ما يكون عاوزين عبر عن حدث عمره ما هيحصل في الماضي ولا في المضارع ولا في المستقبل عن حدث عمره ما هيحصل طيب ازاي احنا عايشين في كقابة كده على طول عرفنا التركيبة عشان نستخدمها على طول التركيبة بتقول ف زائد ماضي بسيط و الجملة التانية ود و مصدر طيب يعني هي كده خلصانة خلصانة اقول لك اه كده خلصانة خلصانة ايه هو الماضي البسيط دي؟ الماضي البسيط هو تصريف التاني للفعل باضافة د او اي د او اي اي د يعني اذا او لما يجي في دماغي الحالة التانية يبقى ماضي بسيط و ود و المصدر او التانية ماضي بسيط انا بضيف للماضي البسيط د او اي د او اي اي د يبقى اذا احط في الجملة التانية ود و المصدر يبقى هيا شايلة بعضها هيا طيب او ممكن استخدم حاجة تانية زي مثلا شود وهاد و وير اما ان يجي بعدها فاعل و جملة او يجي بعدها فاعل و طول مصدر خد بالك من التركيبة دي التركيبات دي مهمة بس ما بتجيش في الامتحاد قدي كده بس اعرفها اعرفها مصلحة ليه يبقى اذا التركيبة الشائعة اف زائد ما دي بسيط و الجملة التانية ود و المصدر طيب وشود بيجي بعدها فاعل و مصدر و هاد بيجي بعدها فاعل و جملة و وير اما اما يجي بعدها فاعل و جملة او و المصدر و قلنا الجملة التانية ما الناس صالح بيها طيب ممكن امثلة بقى عشان نثبت المعلومة تعال في امثلة ديني اول مثال بقولك اف اي ووركت ان ذات فاكتوري اي ود سون تشينج سينجس طيب عندي هنا اف عندي هنا ماضي بسيط ماضي بسيط ماضي بسيط و بعدين عندي هنا فيه جواب ود زائد مصدر طيب كمان مثال كمان مثال خد بالك بقى من المثالين دو انه الاصح فيهم اف اي واز يو ولا اف اي وير يو مستني اجابتكم في الكومنتات على فكرة انا مستني الاجابة دي منكم مخصوص يبقى اللي احنا هنشتغل عليه اف اي وير يو اي وود تشينج ماي جوب امت بنستخدم الحالة التالتة؟ بنستخدمها بيكون عاوزين نعبر عن حدث خيالي او ندم في الماضي يعني بص خلاها تبقى مرتبطة على طول بالمخيلة يبقى حاجة مرتبطة بالعاطفة يبقى العاطفة بتخليك تتخيل حاجات مش بتحصل او ما حصلتش او المخيلة بتخليك تندم على حاجة انت عملتها او انت ما عملتهاش طيب ففي الحالة دي انت هتستخدم الحالة التالتة طيب الحالة التالتة دي التركيبة بتاعتها ايه؟ التركيبة بتاعتها ايه اما اف زائد ضي تام والجملة التانية بتبقى اود هاف زائد تصريف التالت او هاد زائد فاعل زائد تصريف تالت والجملة التانية بتبقى اود هاف زائد تصريف تالت طيب بالراحة عليها عشان انا اتلخبط طيب مفاش يعمل لخبطه او لحاج يبقى الحالة التالتة تام الحالة التالتة ماضي تام الحالة التالتة تالتة ماضي تام يبقى اذا التركيبة بتاعتها F زائد ماضي تام والجواب بيبقى Would have زائد تصريف التالت طيب ممكن تفكرني كده بالماضي التام بيقول ايه عالسريعة لان انت قلت برضك والفيديو ساعة والمكسل ارجع تاني علشان ارجع قاعدة طيب انا اقوله لك الماضي التام باختصار في القاعدة دي هيبقى هاد زائد تصريف تالت هيبقى هاد زائد تصريف تالت يبقى اذا التركيبة بتاعتنا بتاعت الحالة التالتة هيبقى F زائد هاد زائد تصريف تالت والجملة التانية MixH Informationen في الحالة التالتة هاد زائد فاعل زائد تصريف تالت والجملة الثانية بتبقى would have زائد تصريف ثالث تعالي ناخد مثال بقولك if I had by my exam I would have gone يبقى إذن استخدمت في الجملة الأولى had زائد تصريف ثالث والجملة الثانية خدت would have زائد تصريف ثالث اللي هي would have gone طيب مثال الثاني بقولك if I hadn't been ill I could have gone yesterday يبقى إذن عندي هنا حالة if والفاعل وعندي hadn't been hadn't been وبقيت الجملة وعندي هنا could have gone yesterday طيب ما تاخدناش في دوكا وقولي انت جبتوا could من ايه طيب يا عمى could عادي could زائد زائد might اللي فيها يعني مش مشكلة يعني مش هنطير عادي يعني مش مشكلة طيب ماشي زي ما احنا شايفين ان الجملة كده تحس اللي هي مجعبرة كده ودمات ايه تحس لها شكلها مستفزة كده طيب عاوزين مسلا نشيل if دي والنط نعمل ايه نحط مكانها unless زي ما احنا قلنا اللي unless زي لو عاوزين نحطها يبقى هنشيل if ونط وين نكمل الجملة عادي يبقى نحط unless I وهتنزل زي ما هي وهذا هتنزل زي ما هي وبين الزي ما تنزل زي ما هي وبعدين اكمل الجملة عادي ولا اي مشكلة طيب انا عاوز امثلة تانية عشان اثبت المعلومة طيب خد يا عامل امثلة دي بقول لك if you had not led to me before I would have believed you طيب تعال نطبق القعدة بتاعتني عندك هنا if وبعدين الفعل you وبعدين had وبعدين نفهناها طيب لو عاوزين نشيل النفي دي وif نحط unless يبقى هننزل بالجملة عادي يبقى نقول unless you had led to me before I would have believed you يبقى اذا انا حطيت هنا في جواب الشرط I would I would have believed you يبقى اذا الحالة التالتة بتبقى ماضي تام والجملة التانية بتبقى would have زائد التصريف التالي طيب بكده خلصنا شرح القاعدة بتاعتنا كده تمام التمام وفي له الفل تعال بقى نشوف الامثلة اللي انا وعدتكم بها ودي امثلة مهمة جدا بتتكرر في الامتحان خد بالك وركز معايا وارجعنا لكم تاني عشان نعرفكم الاسئلة اللي احنا اصدنا عليها طيب خد بالك ركز معايا في الامثلة دي عشان معظمة بتتكرر في الامتحان ووضفنا برضك اسئلة عشان ناخد على المثال ونعرف نحل لو جلنا زيه في الامتحان وعاوز اعرفك حاجة مهمة جدا الا انا لسه محلتش الامثلة دي يعني هفكر فيها زي زيك وهقولك تفكر فيها ازاي لو انت مش عارف او لسه محاولتش تحل في القاعدة كويس تعال نشوف المثال الاول بص انا عم مش عاوزك في الامتحان تكرأ الكلام كله لان في وقت انت ملتزم بوقت فانا مش عاوزك يعني مثلا الجملة دي كلها انت مش هتكرأ الاول جملة ما تكرأش قالك جملة اللي كاملة يعني بقولك ايه فاي هاد هاد ما تكملش الجملة هاد هاد يبقى دي ماضي تام لان الماضي التام بيبقى هاد زائد تصريف تالت يبقى ازا الجملة التانية وود هاف زائد التصريف التالت اللي هي وود هاف بو تمام او ادي اول واحدة تحلت في سوانا تعال نشوف التانية بقولك بس ما تكملش الجملة او او يبقى دي مضارع بسيط على طول يبقى دي مضارع بسيط لو انت ضغط على الماشين ده هتبدأ على طول يبقى انا ما زودتش لي تعال بقى نفحص السؤال دي نقطة بنقطة برس هنا ليه ما ضفتش لا اس ولا اس ولا اس ليه عشان عندي هنا يو ويو لا تقبل اي اضافات اما الماشين هنا لو ما جيب الفعل اللي جنبها سواء ستارت او ستارت او ستارت لازم نركز فيه الفعل كويس يبقى ازا الماشين ده هاي او لما نيجي نختار المضارع البسيط بتاعها هيبقى ستارت اس طيب تاني ليه لانه انه انا يعتبر هنا بتكلم عن حقيقة و حقيقة علمية حقيقة علمية يبقى ازا استخدم بعد اف مضارع بسيط والجملة التانية تبقى مضارع بسيط وصلت ولا لسه ما وصلتش يركز فيه المثال اللي بعد بقول لك اف يو جيت خلاص ما تكملش الجملة جدي يعني ماضي بسيط ماضي بسيط يبقى ازا الجملة التانية ود زائد مصدر اهو طيب من ناحية تاني لو انا مش عارف جدي اعمل ايه ابدأ استبعد في الكلمات اللي موجودة معايا في الاقواس يعني مسلا تعالى نشوف الاختار التاني دي بقول لك ويل نيد نيد طب بزمتك انا قلت حاجة فيها ويل مصدر زائد تصرف ثلاث ما سمعناش عنها قبل كده يبقى ازا هستبعد الخطوة دي يبقى ازا او لما حل بالاستبعاد استبعد ويل نيد نيد دي لان عمرا بس ما اتعمل طيب تعالى نشوف الجملة اللي جاي بقول لك اف اتس رينز يو ويت طيب عاوزين نستبعد اه ماشي عام تعالى نستبعد بما ان هذا المضارع بسيط بما ان دي مضارع بسيط يبقى اذا الجملة التانية اما تكون باردك مضارع بسيط او ول زائد مصدر هتقول لي ليه اقول لك لان الحالة الصفرية بتبقى مضارعة بسيط او مضارع بسيط ومضارع بسيط اما الحالة ثانية تبقى نضرع بسيط ويل في المصدر ويل زائد المصدر طيب في الحالة دي بقى هنعمل ايه هنستبعد اهو هنستبعد اهو هات جوت عشان اصلا ما احناش عاوزين ايه الماضي دهو والجوت يبقى اذا ما قدامناش قال ليل جيت ويل جيت طيب هنختار ايه تعالى نفكر بقى طيب هو ايه هي بيقول لك بتنطر يبقى تستنى هل دي بقى تعتبر حقيقة او ايه تعتبر الظاهرة طبيعية لا هو دي اعتبر من باب النصيحة يبقى يستخدم طيب تعالى نشوف المثال اللي بعد بقول لك شي ود شي ود جود شي ود جو شي ود جو شي ود جو اهو شي ود جو يبقى اذا ما تكملش الجملة يبقى اذا اهو هنا ود زائد مصدر يبقى اذا هنستخدم بعد ايه اللي هو الماضي البسيط اللي هي وانتد تمام في مشكلة لحد دلوقتي طيب لو في مشكلة تقدر تقولي في الكومنتات تحت طيب اهو هبدأ بزا لا نبدأ بف احسن نبدأ من بداية الجملة مفيدة اهو اف زي هاد اوفرت خلاص ما تكملش الجملة لو كملت الجملة تبقى غبي يبقى هنا هاد زائد تصريف ثالث يبقى اذا نستخدم في الجملة الثانية ود هاف زائد التصريف الثالث طيب طيب تعال نشوف المثال اللي بعد بقول لك زادو لا ما تكلش نقول من هنا اف ات هاد هاد انت بين هاد انت بين يبقى هاد زائد تصريف ثالث ديه ماضي تامي يبقى اذا هنشوف الجملة اللي جاية دي بقول لك اف يو ار سكسسفول نكمل الجملة ما تكملش دي ار سكسسفول دي ايه دي مضارع بسيط يبقى اذا هنستخدم في الجملة اللي جاية دي ايه وال والمصدر شاطر وال والمصدر تعال نشوف اللي بعد هو بيقول لك ايه تنقاط ايه زي نكمل من هنا ايو نوع او ايو نوع عارف يبقى ايه ود بي طيب تعال بيقول لك اف يو هاد دن هاد دن يبقى ايزا ود هاف زائد تصريف ثالث دي حالة الحالة الثالثة بقى خب بالك الحالة الثالثة دي اكتر حالة بتتكرر خب بالك من الجملة اللي جاية دي الجملة اللي جاية دي بص اصعب الجمل ديها بتبقى كلمتين ويقلب خد بالك عشان دي اللي بتوقع معظم الطلبة هنا بيقول لك اف اي قم اي نقط يو هنا قم يبقى ازا هنا ود سي طيب يبقى هنا ماضي ماضي بسيط يبقى ازا استخدمت هنا ود زائد مصدر طيب خب بالك من الجاية دي بقول لك وين يو وين ليه مقلتش وينز عشان هنا يو ويو لا تقبل اي اضافات ماشي يبقى ازا ديه مضارع بسيط يبقى هنا هنستخدم ويل و المصدر او يبقى هنقول هنا ويل اسبع نخش على المثال بعده بقول لك اف يو هيت او در ات اي بقى احنا عاوزينها هتتبخر يبقى ديه حقيقة علمية يبقى ازا ديه مضارع بسيط وهنا برضك مضارع بسيط يبقى ات هتقبل اضافات يبقى ازا هتبقى بويلز طيب تعالي نشوف هنقول لك اف يو نقط وي ستارت زكيم ستارت ديه مضارع بسيط ليه مضارع بسيط ليه مضفنش له اي اضافات عشان هنا ويه وهو لا تقبل اي اضافات ويه زي اي زي 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 يو لا تقبل اي اضافات طيب يبقى ازا نخش على وير على هذه miesال البويل بفقية I would stay . would زائد مصدر يبقى ازا نستخدم ماضي بسيط ماضي بسيط اللي هو هدان بقول لك اي افسو زي زي I want زائد مصدر يبقى ازا هنستخدم مضارع بسيط اللي هو doesn't tell ليه استخدمت هنا دازنت عشان هنا دي الفاعل مفرد تعالي نشوف المسال بعده اهو يو والكاتش والكاتش دي الحالة الاولى يبقى اذا هنستخدم مضارع بسيط اللي هو مضارع بسيط والمضارع بسيط هنختاره على حسب الفاعل الفاعل هنا يو ويو لا تقبل اي اضافات يبقى اذا هتبقى ليذ تعالي نشوف المسال اللي بعده بقول لك اف هي او وود هاف درانك يبقى اذا هنستخدم ماضي تام اللي هو هات بين بقول لك اف صاره اهو كود هاف كم كود هاف كم يبقى اذا هنستخدم ماضي تام هاد بين بين تعالي نشوف المسال اللي بعده اخر المسال هنا هاد بشيط اهو يبقى اذا هنستخدم اهو وود هاف بين عشان دي الحالة التالتة طيب طيب شايفين بقى الامثلة دي كلها حلناها كلها في ظرف ديئتين اه ديئتين ما يجيش اكتر من ديئتين كمان عشان تعرف فاس اللي حالات اف دي اسهل حالات ودي تعتبر من درجات الرقفة اللي لازم تبقى ضمنها في الامتحاء طيب تيجي بقى اني اعمل كده مراجع بسيطة بقى عشان ايه عشان نبقى مركزين كو زي الفل اول حاجة يا عام انت عندك كم حالة في حالات اف عندك اربع حالات اول حاجة الحالة الصفرية الحالة الصفرية بتبقى اف زائد مضارع بسيط والجملة التانية بتبقى مضارع بسيط بنستخدم الحالة دي اما يكون عاوزين نعبر عن حقائق سابتة والزواهر الطبيعية طيب ايه هو المضارع البسيط المضارع البسيط دي ايه عام هو التصريف الاول للفعل باضافة اس او اس او اي اس او اي اس او هو الفعل في صورته الاساسية باضافة اس او اس او اي اس اما الحالة الاولى فعبارة عن اف زائد مضارع بسيط والجملة التانية بتبقى والمصدر وقلنا ما تقولش الا والمصدر ما تقولش مستقبل بسيط عشان ما تطلخ بطش يبقى تميزها ازاي تميزها الحالة الاولى بولول مصدر اولى ولول مصدر طيب بنستخدم التركيبة دي اما يكون عاوزين نعبر عن حاجة هتحدث في المضارع او المستقبل او هنقدم نصيحة او بنلزم بوجوب شيء او بنوعد او بنعمل امنية او تهديد طيب اما الحالة الثانية فهي عبارة عن اف زائد ماضي بسيط والجملة التانية بتبقى وود زائد مصدر الماضي البسيط دي عبارة عن التصريف التاني للفعل باضافة دي او اي دي او اي اي دي وانه ممكن نستهدم حاجات مكان اف زي شود وهاد ووير ويعرفنا كل تركيبة فيهم وبنستهدم التركيبات دي اما يكون عاوزين نعبر عن حدث مش هيحدث خالص في المستقبل او في المدارة طيب اما الحالة الثالثة والاخيرة فهي عبارة عن اف زائد ماضي تام والجملة التانية بتبقى وود هاف زائد بي بي التصريف التالث للفعل وقلنا الماضي التام دي عبارة عن هاد زائد التصريف التالث للفعل وقلنا ممكن نستهدم مكان اف هاد ويبقى بعد هاد فاعل زائد التصريف التالي وقلنا بنستهدم التركيبة دي اما يكون عاوزين نعبر عن حدث خيالي او ندم في الماضي طيب يبقى اذا حاجة بسيطة اهي الصفرية يبقى بسيط بسيط مضارع بسيط بسيط طيب لا حالة الاولى مضارع بسيط الولى وول مصدر الثانية وود والمصدر الثانية وود والمصدر طيب دي ملاهاش تميزه بس والباقي انت عارفه يعني اللي انتش عارفه يبقى هو الحالة التانية الحالة التالتة ماضي تام تلتة تام تلتة تام طيب كده انتهينا من حلقة اليوم ترجمة نانسي قنقر